كل عام مع تقدم السن بيصير في عندنا كتير تغيرات بالجسم وللأسف انه بتصير في عندي تغيرات سلبية اكثر من تغيرات ايجابية ولكن الجانب المشرق انه اذا احنا نقدرنا نحنا نتبع هاي التغيرات بطريقة سريعة ونقدر نعالجها بتغذية علاجية صحيحة بنقدر نقلل من اضرارها على اجسامنا وبنقدر نقلل من تأثيرها او حتى نلغي تماما لحتى نبدأ ونحكي شو هي هاي التغيرات اللي بتصير اول شي رح نحكي عن تغيرات الهضم معظم الاشخاص مع تقدم السن للأسف بيفئدوا قدرة المعدة على انتاج كميات كافية من حمض الأحماض اللي هي بتنتجها وبالأخص هاي الأحماض اللي بتساعد على هضم البروتينات ومثل ما بنعرف انه البروتينات بتأمن مصدر اساسي لفيتامين البيتولف اللي هو قابل للانتصاص من قبل المعدة فللأسف انه نحنا بصير في عندي هضم اقل وبالتالي بصير في عندي امتصاص اقل للبيتولف واكيد بصير في عندي مشاكل اكثر بالهضم لحتى نشوف شو بيدرج عن هاي الفكرة اول شي مع تقدم السن لازم انه نحنا ننتبه لمشاكل الغضم اللي ممكن تظهر عندي ممكن يصير في عندي حالات امساك اكثر من قبل فبالتالي احنا احتياجاتنا من الألياف بترتفع هاي اول معلومة غذائية لازم نركز عليها انه نحنا نركز على كميات اكبر من الألياف تانيا لانه بصير في عندي مشاكل وصعوبة في الهضم وبالأخص قدرة الجسم والمعدة على انتاج الأحماض لحتى تغضم البروتين فبصير في عندي نقص في البيتولف فانا دائما بفضل لكبار السن ما بعد عمري الـ 45 للنساء الـ 55 للرجال انه نحنا نعمل كل 6 اشهر فحوصات دم هاي الفحوصات دم تشمل من ضمنها البيتولف لحتى نتأكد انه مخزون البيتولف جيد اذا ما كان المخزون جيد فيفضل انه نحنا ناخد مكملات البيتولف ولكن على شكل ابر ومش حبوب ليش الابر مش الحبوب؟ لانه الحبوب قردي امتصاصها رح يكون في المعدة فاذا انا في عندي ضعف بامتصاص المعدة للبيتولف بقبل الانترنسك فاكتر واللي هو العامل الاساسي لامتصاص هذا الفيتامين من المعدة فانا الحبوب مش رح تفيدني فبالتالي رح استفيد اكثر من اخذها على شكل ابر هاي تاني شغلة بنركز عليها تالتا لانه بصير في عندي صعوبة في الهضم وبيكون في عندي مع تقدم السن قلة في الحركة فاحنا منبلش نخسر كتلة عضلية بعد عمر الثلاثين ثلاثة الى تمانية بالمية من كثافة العضل اللي بيكون عندي موجود بالجسم بيبلش يقل اذا احنا ما كنا بنمارس رياضة فهون بيجي دور تالت تغير احنا منا تو كيب أب وذت اللي هو انه نحنا نمارس رياضة على شكل يومي ما لا يقل عن اربع الى خمس مرات في الأسبوع الواحد بالاضافة انه نحنا نرفع شوي من اخذنا للبروتينات على شكل مواد غذائية طبيعية يعني اذا انا كنت قبل اخذ على سبيل المثال 0.8 جرام لكل كيلو جرام من وزن جسمي بروتين مع تقدم السن بيرتفع احتياجاتنا الى 1 up to 1.2 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم من البروتين رابع تغير بيصير انه نحنا بنصير نتطلب سعرات حرارية اقل ولكن بتطلب مواد غذائية اعلى ليه بتطلب سعرات حرارية اقل؟ اول شي ببلش بيصير في عندي فقدان للكتلة العضلية فبصير جسمي يحرق سعرات حرارية اقل تانيا بتقل حركة الاشخاص مع تقدم السن فبالتالي فاحنا بنحتاج سعرات حرارية اقل مع انه بحتاج سعرات حرارية اقل ولكن احتياجاتي الغذائية من الفيتامينات والمعادن ترتفع فهون بيجي دور شغلة اساسية انه نحنا نركز على الغذاء نحنا بنسميه nutrition dense foods اغذية مليئة بالمواد المغذية بدل من اغذية مليئة بالسعرات الحرارية وتخلو من الفيتامينات والمعادن بالnutrition dense foods احنا بنعني انه كل الاغذية اللي كانت تعطيني سعرات حرارية بس ما بتعطيني اي فائدة غذائية بدي ابلش استثنيها من برنامجي الغذائي واركز اكتر على البروتين على الخضروات على الفواكه على الدهون الصحية واكيد اكيد اكيد برجع بركز على فكرة ممارسة الرياضة نعم رنت هنا بس اذا بتضويلنا وبتحكي لنا ايش هم من الاغذية يعني اذا بتعطينا امثلة الاغذية اللي احنا بناخ كلها بس يبتعطينا كالوريز بدون اي فوائد اي نوع من الغذاء فيه نسب عالية من السكريات اي نوع من المشروبات الغازية اللي فيها سكر عالي اي نوع من الحلويات اللي بتعطيني سكريات عالية اي نوع من التشيبس للشوكلت البسكوت كل هاي نحنا بنسميها كالوريك دنس فودز اغذية مليئة بالسعرات الحرارية ولكن تخلو من اي قيمة غذائية فهدول عن جد اي شي معلم بدي احاول استثني واركز بغذائي على الاشياء الطبيعية اكتر خامسا نيجي لفكرة الكالسيوم والفيتامين دال تعرفي ليلك مع تقدم السن بقل امتصاص اجسامنا للكالسيوم اللي هو معدن اساسي لتفعيل الفويتامين دي عندي بالجسم وكمان احنا بنحتاج فويتامين دي لجسمي يقدر يمتص الكالسيوم فمنشوف انه هي في علاقة مترابطة ما بين التنتين ما بين الكالسيوم والفويتامين دي الكالسيوم بساعد على تفعيل الفويتامين دي من 25 دي هيدروكسي فيتامين دي للأكتف فورم اللي يصير فعال بالجسم وكمان وجود الفويتامين دي اساسي لحتى الجسم يقدر يمتص الكالسيوم النقص باي من التنين للأسف بيأثر بطريقة سلبية عشان هيك احنا دائما نعمل كل 6 اشهر فحوصات دورية للفويتامين دي ولكن اذا فحصت الكالسيوم دايما رح يطلع عندي طبيعي او في معظم الحالات رح يطلع عندي طبيعي لانه في حالات نقص الكالسيوم اللي بصير انه الجسم بصير يروح يسحب الكالسيوم من العظام ليعطيه للدم فهون بالتالي كل 6 اشهر بدي اعمل فحص للفويتامين دي اتأكد اني عم باخد الجرع الصحيحة وطبعا احتياجاتي للكالسيوم مع تقدم السن بترتفع الى 1200 ملي جرام او 1.2 جرام من الكالسيوم بدل من جرام واحد يعني احنا بنصير نحتاج 4 حصص غذائية من مصادر الكالسيوم بدل من 3 اللي كنا نحتاجهم قبل تمام فهيش كمان سادس نقطة غذائية احنا بنركز عليها سابعا رح نصير نحتاج ناخد كميات اكبر من المجنيزيوم وبالاخص للاشخاص اللي بصير في عندها تشنجات بالعضلات مع تقدم السن بصير في عندي تشنجات بصير في عندي ضغوطات اكثر بمسئوليات بتزيد اكثر هذا الشيء كله بحط اعباء عندي على الجسم وكمان بالتالي بيأدي انه العضلات دائما تكون منقبضة ومش بحالة استرخاء تام فبهاي الفئة العمرية احنا كمان بنبلش ناخد المجنيزيوم على شكل مكمل غذائي او ممكن نصير ناخده من مصادر غذائية طبيعية مثل الموز البندورة المكسرات بشكل عام اللي بتحتوي على المجنيزيوم ولكن ننتبه للسعرات الحرارية اخذنا للمجنيزيوم على شكل مكمل غذائي يعتبر اساسي لانه بفوت بكثافة العظام كمان بفوت بقدرة الجسم على الاسترخاء والحصول على ساعات نوم كافية نحن نسمي ديب سليب النوم العميق اللي هو عن جد بساعد على ترميم الجسم وتجديد الخلايا عندي نعم كل هاي التغيرات الغذائية ليلك احنا لازم نتبع الحالة الصحية تبع جسمي اقدر اقرأ العلامات الصحيحة اللي جسمي عم بيعطيها وبالتالي اقدر اعطيه التغذية العلاجية الصحيحة اللي بتلائم احتياجاته نعم اخيرا رند اذا بتحكي لنا قد مهم كمان احتياجنا للسوائل اه برافو عليك عن جد هاي نقطة اساسية هلأ وانا بحكي عن المجنيزي بتذكرت انه بحكينا عن السوائل مع تقدم السن للأسف لانه نحن بنخسر كتلة عضلية اولا ولانه نحن بتصير حركتنا اقل وجهازنا الهضمي نشاطه شوي اقل بصير الشخص معرض اكثر لمشاكل في الجفاف هون الديهايدريشن بيلعب دور اساسي وبالاخص عند كبار السن وفي معلومة جديدة اليوم كنت عم بقرأ عنها انه قابلية اجسامنا الاستجابة للهرمونات مثل الجوع ومثل العطش بتقل فبصير الشخص مش قادر يقرأ استجابة جسمه بطريقة صحيحة انه انا عطشان فلازم ااخد سوائل فبالتالي بصير في عندي حالات جفاف اكثر الحل انه نحن ناخد سوائل بتغطي احتياجات جسمنا لحتى اعرف قدي بحتاج باخد وزن جسمي بضربه بصفر فاصلة ثلاثة بيطلع عندي قديش لترات من الماء يوميا انا بحتاج وعلى ذلك بغطي احتياجات جسمي اذا كنت عم بشرب مي بس الاستيل ما عم بشعر باي فائدة غذائية من هاي السوائل يعني انا بكون ينقصني المعادن الالكترولايتس اللي بتساعد على امتصاص السوائل في موجود بالصيدليات نحن بنسميهم ريهادريشن ثيرابيز او علاجات بتساعد على اعادة ترطيب الجسم عادة مليئة بالالكترولايتس مثل الماغنيزيوم مثل البوتاسيوم والسوديوم بتساعد على انه مع السوائل احنا نقدر نمتصهم بطريقة صحيحة ويقلل من مشاكل الجفاف نعم اذا شكرا لوجودك معنا رند ديسي اخصائيات التغذية العلاجية وشكرا على كل المعلومات الاجتماعي شكرا للك لي لك